انا مش عايز اكمل معاكوا اوي في سرد المتابعة بتاعة المزيع لما حدث اليوم بس معنا زملتنا العزيزة الهام نمر من شرم الشيخ تنضم الينا وبالتحديد من قاعة المؤتمرات الهام نمر زملتنا العزيزة بالقناة الاولى ونشرت التاسعة ومفادة التلفزيون المصري اهلا بك يا الهام احكيلي شوي على شرم الشيخ ايه اللي حصل فيها اتغيرت ازاي كل زمياننا واحدة بنكلمهم بكلم خالد الليسي قال لي لو رحت شرم دلوقتي مختلفة تماما عن شرم اللي شفتها في يناير اللي فات وكلميني على هذه القمة وهذا المؤتمر والشكل العالمي المبهر اولا مساء الخير يا يوسف مساء الخير على كل المشاهدين انت الحقيقة مسبتش ليش ولا حاجة قولها انت قلت كل المعلومات كأنك في شرم الشيخ زي واكتر مننا كمان انت في قلب الحدث دائما يعني انا بسمعك انت بتقول في المقدمة بتاعتك عت تقول طب انا هزود ايه تاني على كلام يوسف الحسيني يعني هو كأنه قاعد معنا وشايف كل حالة هو زي ما انت قلت بالضبط فعلا اولا هي قمة عالمية بمعنى الكلمة من حيث التحضيرات والتجهيزات الادارية واللوجستية والبيئية مدينة شرم الشيخ اتغيرت تماما اتبدلت احنا رحناها كتير انت عارف ورحناها في شغل يعني لا مختلفة طبعا المرة دي وسائل المواصلات يعني صديقة للبيئة تشدير المدينة الحقيقة مدينة مختلفة منظمة جدا التجهيزات والتسهيلات اللوجستية المتقدمة للمشاركين الحقيقة عالية جدا من لحظة الوصول لارض المطار حتى اللحظة بكلمت فيها كل حاجة سهلة جدا ويسيرة وده طبعا بيقى مريح جدا في الشغل دي نقطة النقطة التانية ان انت متاش حاسس بالزحمة بقى خالص لانت بتتكلم في الاف مؤلفة بيحضرهم مؤتمر فانت متخيل وانت جاي وعارف انه في رقم يعني مئة واربعين الف حاضرين حنبقى عملين ازاي حنبقى حندخل مكان الدخول مكان الخروج حضور الحضور في القاعات الحقيقة مش حاسين بدا خالص تنبسحة كبيرة جدا العمالية منظمة فاحنا مش حاسين بالزحمة خالص دي دي يعني نقطة يعني لفتت انتباه مسألة السلاسة والسهولة واليسر يعني دي نقطة طبعا زي ما انت قلت النهاردة تم هي جلسة اجرائية بروتوكولية في بداية اليوم بتحصل في كل المؤتمرات بيتم تسليم الرئاسة من الرئيس السابق للرئيس الحالي وبالمناسبة عايزة بس اصحح خطأ انا قلت الصبح قلت على وزير الخارجية الرئيس المعين هو لم يعود خلاص رئيس معين هو اصبح بالفعل هو الرئيس رئيس القاب 27 خلال يعني بمجرد تسلمه الرئيسة فهو اصبح الرئيس الحلقة الاجرائية او البرتوكولية اللي تمت النهاردة الصبح كانت بتفيها يعني عرض البرنامج المؤتمر كله بس فيها يعني نقطتين او ثلاثة مهمين جدا واحدة منهم انت اشارت اليها اللي هو فيما يتعلق بلوس ان دامج او تعويض الخسارة والاضرار ودي نقطة مهمة جدا تحسب وتعتبر انجاز لقاب 27 يعني هذا المصطلح ظهر يمكن في قاب 26 لأول مرة لما انضمت دمعية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبقية الاطراف او لدعوة الاطراف في هذه الدعوات بس ما كانش لها وجود بشكل رسمي في هذه القمة تم ادراجها زي ما انت قلت في المشاورات غير الرسمية النهاردة ده كالمقترح من الدول عرضوا معالي وزير الخارجية في الجلسة وتم اعتمادها بالفعل في المشاورات غير الرسمية وده انجاز لانه حيطلع بها اكيد توصية في الاخر وحيكون فيه نقاش حولها كتير وطبعا دي نقطة مهمة جدا مسألة تعويض الدول الاكثر ضعفا والاكثر تضررا من التداعيات المناخية النتجة عن الدول الغنية وهي المسؤولة تاريخيا عن الموضوع ده فلابد من تعويضهم تعويض الدول مش بس كدولة كحكومة وكأفراد يعني الناس اللي بتفقد بيوتها الناس اللي بتفقد زرعها الناس اللي بتتم تهجرها بسبب المشاكل البيئية بسبب فيضانات او جفاف او مشابه يعني الخسائر اللي بتلحق بالافراد لابد من تعويضهم فبالتالي طبعا هي دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية اللي اشار اليها ويمتن ما لقى كملي مسألة العدالة العدالة الجنسية او يعني من ناحية حصول المرأة والرجل على يعني نفس الحقوق والواجبات في مسألة العدالة البيئية ويمكن كمان معاي وزير الخارجية اشار لما كان بيتم يعني ترشيح من حيدير بعض يعني الموضوعات انه كان بيطالب انه يكون فيه نصيب للسيدات مساوي لنصيب للرجال في هذه الترشيحات يعني الموضوع ده برضو انه العدالة تتخطى النوع ما يبقاش فيه عندي حالة جندرية في مسألة التوزيع في الخسائر والأضرار وما إلى ذلك شكرك يا الهام نورتينا وشرفتينا كما جرت العدة وهنفضل نزلنا عليك برضو خلال الأيام اللي جاية من وقت للتاني كده يعني هنبقى عاوزينك تحكي لنا اللي بيجرى هناك شكرا جدا زميلتي العزيزة الهام نمر مفادة التلفزيون المصري والقناة الأولى بشرم الشيخ شوف في حاجة مهمة جدا بالمناسبة دي هي مش بس العدالة النوعية إذا صح التعبير وهي في كرة المساواة ما بين النوعين سواء إذا كان رجل أو امرأة فما يبقاش فيه عندي تمييز نوعي أو تمييز جندري كما يحب البعض نوع يسميها كلمة جندر مش عام يسميها جندرية ده إنجليزي مش من بتاعنا بس مش دي المشكلة هي الكمان في حاجة مهمة جدا ويمكن كان الرئيس أشار إليها في المؤتمر اللي كان هنا في القاهرة من كام شهر وكان معمول في العاصمة الإدارية الجديدة وكان حاضر وقتها جون كاري موفد الولايات المتحدة الأمريكية أو المبعوط الخاصة للولايات المتحدة الأمريكية للمناخ هي إيه؟ فكرة عدالة المسئولية أو عدالة توزيع المسئولية أنت عارف إنه هو فيه جزء كبير جدا أو أجندة رئيسية أو نقطة رئيسية في أجندة المؤتمر السنة دي متعلقة بالدول هتدفع فلوس قد إيه؟ هي مش فلوس عشان بيضو هشرح لك إزاي هتقدر تدعم مسألة التحول الاقتصاديات الخضراء صديقة البيئة في الدول النامية أو قيد النمو كويس؟ نايب هل هتدفع فلوس؟ هو مش بتدفع فلوس هو بتيجي الدول الكبيرة وتروح مثلا على بلد من البلدان ما ممكن تبقى في أفريقيا أسيا أمريكا لتناء زي ما يطلع وتبدأ تشتغل على إنه إزاي نقدر نحول مثلا توليد الطاقة فيها إلى توليد أخضر فبدل ما يعتمدوا على الطاقة الأحفرية فإحنا نعمل محطات كهرباء بتشتغل بالهايدروجين بتشتغل بالشمس بتشتغل بالرياح إلى آخره ما بيحطوش فلوس بيبنوا هذه المحطات مش عارف فيه مصانع للأسمنت أو الحديد إلخ فإحنا نحولها إلى مصانع صديقة للبيئة غير ملوثة لها إلخ 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 طيب الرئيس تكلم على إيه؟ قال إذا كان الجي توينتي العشرين دولة الصناعية الأكبر على مستوى العالم هم بيتحملوا 80% من تلوث الكوكب حلو ده الأرقام إذن من العدالة إن الجي توينتي دول برضو يتحملوا 80% من فطورة إصلاح الكوكب إنه ده التوزيع العادل لأنه خد بالك برضو أحياناً بيحصل إيه عند الدول الأغنية هي بتهنشغر عن الغلابة والله العظيم جماعة الأغنية دي يجي يقولك إيه؟ يقولك لأ ما إحنا بقى العدالة هي إن إحنا هنتشارك في فطورة إصلاح الكوكب فلو افترضنا مثلاً إحنا عندنا 130 وفدة في شرم الشيخ فإيجي يقولك مثلاً مثلاً الفطورة دي 10,000 جنيه قسمها على 130 لا 80% يدفعهم العشرين دولة الكبار وعشرين في المية تدفعهم بقيت 110 دولة مثلاً على سبيل المثال أنا بضرب لك المثل بمنتهى التبسيط وده بالمناسبة ده مدرج على الأجندة مسألة عدالة توزيع تكلفة فطورة التحول إلى الأخضر الحاجة التانية تيجي تقولي مثلاً أنا مثلاً النهار دا كنت قادة عمال بتفرج على فيلم تسجيلي حلو جداً على إيه بقى؟ على إنه أصبح فيه تكتل من مجموعة الدول بيشتغلوا على تنظيف المحيط الهادي وتحديداً في البقر اللي بتتجمع فيها النفايات البلاستيكية وعندهم مشروع كبير جداً يبدأ عملياً قد التنفيذ في 23 تلاقيني داعم عاوزين نعمل مش عارف توليد الطاقة من الشمس داعم من اسمه إيد الخلاق داعم داعم إزاي؟ أشارك دائماً في مثل هذه الأمور بل وأشجع عليها وأتطوع دائماً نتلقينها داشرح لزمالي وأصدقائي وأصدقائي وأصحابي اسألوا نديم عشان دائماً نعود أكلم عنك العربية الكهرباء نديم وأهميتها وإزاي بتوفر في الطاقة؟ عربية كهرباء متسكلات كهرباء عجل كهرباء أي حاجة بالكهرباء أنا بقولك هو لازم 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 تتحول لك وبالمناسبة موفرة مش بس صديقة البيئة يعني جيبك في الأمان